تدخل جمهورية تونس مرحلة جديدة بتاريخها الحديث منهية فترة انتقالية دامت سنتين وتسعة أشهر في أعقاب ثورة شعبية أطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العبدين بن علي بتاريخها عرفت تونس ثلاثة رؤساء آخرهم صاحب الفترة الانتقالية المنصف المرزوجي والتي عاشها التونسيون بانتظار اليوم الذي ينتخبون فيه رئيسهم مباشرة منصب رئيس الدولة التونسية الذي يصفه مراقبون بأنه محدود الصلاحيات وفقا للدستور الجديد يتنافس عليه سبعة وعشرون مرشحا أبرزهم العلماني باجي قائد السبسي ذو السبعة والثمانين عاما والذي حصل حزبه نداء تونس على المركز الأول في الانتخابات التشريعية يليه الرئيس الحالي المنصف المرزوجي من حيث الأهمية والحظوظ ويرتبط ذلك بالدعم القوي الذي توليه له قواعد حركة النهضة الإسلامية التي حصلت على المركز الثاني في الانتخابات التشريعية والتي فوضت أنصارها اختيار مرشح منقطع العلاقات مع نظام السابق ويحمي أهداف الثورة ومثل هذه المواصفات يقول قياديون في حركة النهضة إنها تتوفر لدى المرزوجي جولات مراثونية لمرشح الرئاسة التونسية شعارات كبيرة ووعود كثيرة للناخبين في المناطق الفقيرة والمهمشة بحياة أفضل وعيش كريم من خلال دفع عجلة الاستثمارات والتنمية وإطلاق الحريات واستكمال المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن واستعادة هيبة الدولة وحماية أهداف الثورة تأتي انتخابات الرئاسة في مناخ تملأه خيبات الأمل عدا عن المشاكل الاجتماعية كالبطالة التي وصلت مستويات عليا في تونس إضافة إلى ما تمثل بعودة رموز نظام السابق وأن الثورة قامت ضد نظام فاسد بأكمله وليس ضد شخص واحد وعودة رموز النظام السابق إلى المنافسة في الانتخابات تؤدي إلى فقدان الأمل في صفوف قطاع عريض من المجتمع وبالأخص فئة الشباب هي المرة الأولى إذن التي ينتخب فيها تونسيون بالاقتراع المباشر رئيس دولة بحرية منذ استقلال بلادهم عن فرنسا في العام 65 ويبقى السؤال هل ستحقق نتائج انتخابات الرئاسة تطلعات التونسيين بحياة كريمة واستقرار سياسي أم أنها أضغاث أحلام ستوقظ التونسيين على الواقع المرير من جديد محمد علونة لقناة اليرموك ترجمة نانسي قنقر